اهلا بكم طلاب الصف الثالث السنة ومحل التطبيقات على ادب المسرحية من كتابنا كتاب البرهان المراجع النائية صفحة 186 واحد اختر الاجابة الصحيحة عن كل سؤال من بين الاجابات التي تليه ورد عن بعض الشخصيات احدى المسرحيات الصنباطي مالك فيه الخمسين من عمره عنده حوالي عشرين فدانة او اكثر قليلا وجهه احمر وله صلعة ما الذي يمثل ما ذكر في الهيكل العامل المسرحية طبعا الهيكل العامل المسرحية تكون من سلاسة اركان العرض والتعقيد والحل العرض يكون في الفصل الاول حيث يتم فيه التعريف بموضوع المسرحية وشخصياتها الهم التعقيد الطريقة التي يتم بها تتابع الاحداث في التسلسل طبيعي من البداية للنهاية الحل يتوج خاتمة المسرحية ويكشف العقدة تابعة من خلالها الاحداث طبعا هو هنا بيقدم لنا وصف للشخصية فهنا يكون عرض يبقى احنا هناخد رقم جي يبقى احنا بناخد رقم جي العرض وطبعا بيقدم فيه وصف للشخصيات المهمة في المسرحية اثنين قال احد النقاد لابد ان يكون اعظم ما في المسرحية من جمال هو مطابقتها لواقع الحياة اذا افترضنا اننا الان نشاهد مصرحية فاي من الشخصيات الاتية تلاءم مع مدلول العبارة السابقة امي يسرد على ابنه بعضا من احداث التاريخ باء فيلسوف يلعب النارد صاب انغضبه على خصمه بائعات مراهقات وفي معصمهن اساور ذهبية ريفية تتناول طعمة باستخدام قفازات اليد طبعا رقم دان ريفية تتناول طعمة باستخدام قفازات اليد طبعا صورة لا تتلاءم مع البيئة لان عمرك ما تجد هذه الصورة في الريف ولا الفيلسوف لان الفيلسوف يتميز بالهدوء مراهقات وفي معصمهن اساور ذهبية طبعا طبعا برضو مش مطابقة للواقع هي امي يسرد على ابنه بعضا من احداث التاريخ لانه بيعتمد على السماع سمع وينقل هذه الاحداث فهذا امر طبيعي ونجده في الحياة يبا احنا اتنين بناخد رقم رقم آلف قال احد النقاد لم يعد كاتب المصرحية اليوم مطالبا بمراعاة الوحدات المصرحية الثلاث ولكنه مطالب بوحدة اخرى اهم واعظم هي الوحدة الفنية التي تعتمد على دقة الاحساس بالتناسب العام والقدر على التمييز بينما هو متصل بصميم الموضوع وما ليس كذلك طبعا كان يشترد زمان كان يشترد قديما فيه او كان هناك مفهوم قديم للمصرحية شروطه وحدة الزمان ووحدة المكان ووحدة الحدث ولكن اصبح مفهوم تغير المفهوم الحديث للمصرحية واصبح يعتمد على عدم الاهتمام بوحدة الزمان والمكان ولكنه يحتاج او يشترد حدة التفصيلات او الاسراع والتأكيد عليه ده كده المفهوم طيب استنتج من ضو فهمك المقصود بالوحدة الفنية في العبارة السابقة طبعا المقصود بالوحدة العبارة السابقة اللي هو في العصر الحديث طبعا كان وحدة الزمان والمكان والحدث ده مفهوم قديم للمصرحية حزف لما انا يتصل بالصميمة المصرحية تقلينا لها وحدة الفكر طبعا المفهوم الحديث الدقة في توزيع الادوار والتوازن بين الفصول ده هنقول عليه مفهوم حديث للوحدة الفنية في المصرحية طبعا بين المقوم الحسي الذي تتجلى فيه عناصر المصرحية طبعا عند حكاية وعند صراع وعند فكرة وعند تمثيل طبعا المقوم الحسي الذي تعتمد عليه عناصر المصرحية هو التمثيل أن الممثل هو الذي يعرض الفكرة ويعرض ما يطلبه أو ما يقصده خمسة قال أحد النقاد ينبغي أن تكون نغة الكاتب المصرحية أدبية مسقولة وتكون في ذات الوقت واقعية تتواكم مع المستويات المختلفة لشخص مصرحيات استنتج شروط الجملة المصرحية لا تتحقق مدلول العبارة السابقة أن تكون العبارة فصيحة تتميز بالقصر حتى لا يصاب المتلق بالملل طبعا لا يشترط قصر العبارة أن تتفاوت فصاحتها تبكى لمستوى الشخصية وأبعاتها الشكلية أن تعبر عن الفكرة والشخصية تعبيرا دقيقا بوسط المفردات الحقيقة أن تعكس لنا حقيقة الفكرة وطبيعة الشخصيات من غير نشاز يبا أنا كده بناخد أن نقول تعكس حقيقة الفكرة وطبيعة الشخصيات من غير نشاز يبا خمسة خدنا رقم دال يبا من شروط الجملة المسرحية أن هي تعكس حقيقة الفكرة وطبيعة الشخصيات من غير نشاز ستة قال أحد النقاط في معرض حديث عن المسرحية ولما كانت الشخصية هي المادة الأساسية التي لما فر لنا من العمل معها فإن من واجبنا معرفة شاملة بقدر ما نستطيع سنتج ما ترمي إليه العبارة السابقة في دور درستك المسرحية ضرورة أن يكون للمسرحية شخصيات وإلا تظل الفكرة جامدة أهمية سرد جميع جوانب الشخصيات في مطلع الفصل الأول الاهتمام بتحديد ملامة الشخصية التي تقربنا منها ظاهريا وباطنيا الحرص على ذكر التفاصيل الشكلية للشخصية ليتفاعل المتلقي معه طبعا ما ترمي إليه العبارة أن يكون للمسرحية شخصيات وإلا تظل الفكرة جامدة طبعا نبد من الشخصيات حتى تنقل الفكرة أهمية سرد طبعا لا يشترد سرد جميع جوانب الشخصية في مطلع الفصل الأول طبعا هنا ترمي إليه العبارة هو الاهتمام بتحديد ملامح الشخصية التي تقربنا منها ظاهريا وباطنيا بسيط اتخذنا رقم جي صفحة 187 قال أحد النقاد المسرحية هي فن التعبير بواسطة حكاية تروى على جمهور مجتمع بعض إلى بعض في مكان واحد إثبت صحة أو خطأ العبارة السابقة في دور دراستك المسرحية العبارة صحيحة إذ لا توجد مسرحية بلا جمهور يصطف لمتابعتها العبارة خطأ حيث أغفل الناقض قيام المسرحية على عنصر التمسيل لا الرواية العبارة صحيحة إذ تجمع المسرحية بين الرواية تارة والتمسيل تارة دال العبارة خطأ حيث يمكن عرض المسرحية على خشبة المسرح بلا جمهور القفل اه او الناقد اغفل قيام المسرحية على عنصر التمسيل لانه انجلنا بوسط حكاية تروى وطبعا اغفل جانب الايه التمسيل يبقى هناخد رقم ايه رقم رقم باء هنقول العبارة خطأ حيث اغفل الناقد قيام المسرحية على عنصر التمسيل لا الرواية لانه ذكر جل بوسط حكاية تروى وطبعا اغفل جانب التمسيل رقم باء سبع خدنا رقم باء تمانية مما جاء في مصرحية أهل الكاف لتوفيق الحكيم مرنوش عالمنا باد وأين نحن إذن يمنيخ هذا الذي نرى دنيا أخرى ليست لنا بها صلة مرنوش أشربت شيئا يا يمنيخ لست بشارب ولا بمجنون إني أقول لك الحقيقة أخرج وطب هذه المدينة وأنت تفهم استنتج ما يمثله هذا المقطع في الهيكل العام للمصرحية عقدة ولا صراع ولا حوار ولا الحل الصراع يتبلور عن طريق توزيع الأحداث بين الشخصيات طبعا دي عقدة تصارع الأحداث سبحنا حناخد رقم آل ينبغي أن يكون للمصرحية نقاط أساسية تدور عليها من أولها إلى آخرها ما الكلمة المناسبة التي يكتمل بسيق العبارة السابقة حكاية ولا فكرة ولا رسالة ولا أهداف طبعا ينبغي أن يكون للمصرحية فكرة أساسية تدور عليها عشرة قال أحد النقاط ينبغي للكاتب المصرحي أن لا ينسى وهو يلتهي بحماسة للدعوة التي يدعو إليها أن المصرحية عمل فني قبل كل شيء فيجب أن لا يجور على فنيتها بحال من الأحوال استنتج مما درست كيف تعرض المصرحية بشكل فني عن طريق صرد الأحداث ورواياتها بشكل مؤثر وجذاب طبعا مفيس صرد للأحداث ده لابد من التمثيل التعبير عن الفكرة بصورة وعظية تؤثر في قلوب المطلقين طبعا هي لا تميل إلى الوعظ بإيصال أفكارها بواقعية مباشرة طبعا هي المفترض أن نوصل الأفكار بتاعتنا بصورة مباشرة هي القصة القصيرة هنا بقى توزيع الأحداث بين الشخصيات في دقة وترتيب أراد المصرحية بشكل فني من خلال توزيع الأحداث بين الشخصيات في دقة وترتيب يبقى احنا خدنا رقم جي صفحة 188 قال أحد النقاد لم يأتي آخر الأمر الوسيط الذي يستخدمه الكاتب المصرحي في كتابة مصرحياته أنا وهو الأسلوب فالموضوع بأكمل والشخصيات جميعا لا يمكن تصورها والإبانة عنها إلا باللغة سنتج الفرق بين اللغة المصرحية واللغة القصصية بما يحقق مدلول العبارة السابقة طبعا تقوم المصرحية على اللغة الحوارية التي تبرز جوانب الشخصية بينما السرد في القصة مساحة أكبر طبعا ده كده اللغة في المصرحية تقوم على الحوار لإبراز جوانب الشخصية أما القصة تعتمد على السرد ده كده عبارة صحيحة أو توازن المصرحية بين اللغة الحوارية والسردية طبعا المصرحية تبتعد عن اللغة السردية هي في الحوار بينما تعتمد القصة على الحوار إذا ما أراد الكاتب وصف شيء القصة تعتمد على السرد دبا احنا بعدنا با تجنح المصرحية إلى لغة الحوار الذي يجلي مكونات العمل الفني بينما تميل القصة إلى اللغة التي ألفها المتنقة طبعا برضو اللغة يعني ايه على حسب الشخصية على حسب الشخصية يبا احنا بعدنا جيم كل من المصرحية والقصة يستخدمان الحوار والسرد على حد سواء وان كان يستخدم في المصرحية بشكل ايه أعمق طبعا المصرحية تعتمد على الحوار وليس السرد يبا انا كده إجابة الصحيحة هي رقم ألف يبا 11 خدنا رقم ألف أكبر 12 قال أحد النقاد إن الكاتب المصرحي لا يستطيع أن يسيطر على شخصيات عملي سيطرة تامة على غير منارة لدى كاتب القصة وازن بين شخصيات العمل المصرحي والقصة بما يؤكد مدلول العبارة السابقة يستطيع الكاتب المصرحي أن يحرق شخصياته دون أن يكون عنصر التمثيل سيطرة أما كاتب القصة فشخصياته يتحكم في أداء بعبارات تحكما كاملا طبعا لا يستطيع الكاتب أن يحرق شخصياته بدون التمثيل يبا حنبعد رقم ألف الكاتب المصرحي وإن أجاد الكتابة تبقى شخصياته رهينة الممثلين على خشبة المصرح أما كاتب القصة لا يمكن أن تجسد كلماته شخصيات عمله دون تمثيل محكم طبعا الكاتب المصرحي طبعا شخصياته ليست رهينة الممثلين لأن الممثلين يقومون بأداء ما يطلبه الكاتب جيم شخصيات الكاتب المصرحي تتضح معالمه أكثر بعنصر التمثيل وهو خارج عن إرادته يبا هنا شخصيات الكاتب المصرحي تتصل بعنصر التمثيل وهو خارج عن إرادته أما كاتب القصة فمتاح له بتقنية السرد والحوار أن يستعرض شخصياته كيفما يشاء يبا كده عبارتي صحيحة مهمة الكاتب المصرحي عند الكتابة وهي لا يمكن أن تبرش شخصياته دون تمثيل أما كاتب القصة فيمكن التحكم في شخصياته كتابة وتمثيل طبعا كاتب القصة لا يستطيع التحكم في شخصياته كتابة ولا تمثيل يبا احنا خدنا رقم جيم شخصيات الكاتب المصرحي تتضح معالمه أكثر بعنصر التمثيل وده خارج عن إرادته أما كاتب القصة ده يستخدم السرد والحوار لاستعراض شخصيات 13 جاء في مسرحية الصفقة لتوفق الحكيم عوضين مراجعتك طالت يا معلم الفلحون خلصنا يا معلم وأكمل جميلك وفرحنا الجملتان الحواريتان الوردتان عن يسان عوضين والفلحين يمكن أن نحكم عليهم مصرحيا بالفصاحة الضعف اللغوي أطول الابتزال طبعا نحكم عليهم بالفصاحة لأنه يقول لي يا معلم خلصنا أكمل جميلك يبا احنا كده من نتكلم عن الفصاحة 15 قال أحد النقاد مصرح الحياة يستمد موضوعاته من واقع حياة الأفراد أو حياة المجتمع ويستهدف الكشف عن حقيقة نفسية أو اجتماعية أو نقض اتجاه نفسي أو أخلاقي أو اجتماعي بين متى يكون مضمون الفكرة ناضجا في ضوء مدلول العبارة السابقة حين يعبر عن واقع المجتمع بلغة إرشادية طبعا المصرحية لا تعتمد على اللغة الإرشادية عندما يبرز قضية مهمة في صورة جزابة والحين يحلل الموضوع مبينا رأي العلم والدين طبعا لا يشترط بيان رأي العلم والدين في العرض المصرحي عندما يستعرض المشكلات طبعا هو لا يستعرض مشكلة ولا يبدح لها طبعا هو يبرز قضية مهمة في صورة جزابة كانت هذه القضية اجتماعية نفسية أخلاقي اجتماعي المهم أنه يعرض هذه القضية في صورة جزابة بعيدة عن لغة الإرشاد بعيدة عن توضيح رأيه أو رأي العلم أو الدين فيما يعرضه 15 صفحة 189 قال أحد النقاد عن بعد مصرحيات محمد تيمور إنها تعالج مشكلة الكوكايين الذي كان قد انتشر في عقاب الحرب العالمية الأولى وقد اختار الكاتب شخصيات هذه المصرحية من بين أفراد الطبقة الأرسلقالطية وأن كنا نعلم أن هذا المخدر لم يقف انتشاره عند إذن عند هذه الطبقة استنتج نوع المشكلة التي تناقشها هذه المصرحية في ضوء معارضة العبارة السالقة هل هي أخلاقية ولا نفسية ولا اجتماعية ولا تاريخية طالما أنا منتكلم عن مخدرات وعنشأ أشخاص يبقى أنا منتكلم عن مشكلة اجتماعية وهي طبعا الإدمان ده من أكبر المشكلات التي تواجه المجتمع يبقى احنا كده هناخد رقم جيم طبعا هي ليست أخلاقية أنا منتكلمش عن الطمع عن الزهد عن الكلام دي ولا نتكلم عن ناحية تاريخية بحنا هناخد رقم جيم مشكلة اجتماعية طعشر قال أحد النقاد هو أوضح جزء في العمل المصرحي وأقرب إلى أفئدة الجماهير وأسماعهم ميز أحد أسس بناء المصرحية الذي يحقق مدول العبارة السابقة طبعا هي تعتمد على الفكرة والحكاية والشخصيات والصراع والحوار والأسلوب كده عندي أكتر من مكون لأسس البناء المصرحي أو أسس بناء المصرحية الفكرة الحكاية الشخصيات الصراع الحوار والأسلوب طبعا الفكرة هي تعتمد أنه يبرهن عليها بالأحداث أو الشخصيات الذين يختارهم ليمثلوا هذه الفكرة ويجسدها الصراع ما يدور بينهم من أحداث الحوار اللي بيكشف من طبيعتها النمازج البشرية النمازج البشرية بيكشف أحداث المصرحية الحوار اللي هو التفاعل الذي يكون بين الشخصيات وده طبعا يكون مرتبط بالجمهور يبنا بناخد رقم ده الحوار ده طبعا ده أكتر اقتراب بين الجمهور والسماع لأن الجمهور يتابع الحوار الذي يتم بين الشخصيات شر بيين كيف تتحقق الوحدة المصرحية وتبلور الصراع عند الكاتب المصرحي في العصر الحديث طبعا نحن جلنا في العصر القديم أو الوحدة المصرحية قديما كانت تعتمد على وحدة الزمان والمكان والحدث ولكن تغير مفهوم الحديث للمصرحية أصبحت تعتمد على التوازن الدقيق في تحديد أو توزيع التوازن الدقيق في توزيع الأحداث متدرجة بين فصول المصرحية ده طبعا المفهوم الوحدة المصرحية حديثا وحدة الزمان والمكان والحدث في المصرحية ده مفهوم الوحدة المصرحية قديما تنول فكرة مصرحية ناضجة رسم الجوانب طبعا هي طبعا في العصر الحديث الوحدة المصرحية تتمثل في التوازن الدقيق في توزيع الأحداث متدرجة بين فصول المصرحية بسبعتاشر خدنا رقم ألف تمنتاشر ورد هذا السؤال في الشعب العلمية الدور الأول 2021 قال أحد النقاد تأتي أهمية المصرح في تشكيل الوعي والفكر لدى المتلقي من خلال محاكاة للحاسيس وحجد الانفعالات ومثم بثها في الأفراق الاجتماعية رافعا مستويات الوعي في كثير من الأمور والموضوعات التي تشغل المجتمع بين مقومات الفكرة المصرحية التي تحقق مدلول العبارة السابق ترتكز على التسليه والإثارة لجذب المشاهدين لمتابعتها والاستمتاع بها ترتكز على الجانب التلقين الإرشاد لمعارضة الزوار السلبية في المجتمع تقتصر على طرح المشكلات والزوار السلبية لتوعية المجتمع بمخاطرها تتناول قضاياهم المجتمع في شكل قصصي يؤثر في وجدان المتلقي وعقلي من مكونات الفكرة المصرحية طبعا هي لا يشترط أو لا تعتمد على التسليه والإثارة لجذب المشاهد ولا تعتمد على الجانب التلقيني ولا تقتصر على عرض المشكلات فقط لكن هي تهتم بقضايا المجتمع في شكل قصصي يؤثر في وجدان المتلقي وعقلي يبنى القضايا المجتمع بشكل قصصي يؤثر في وجدان المتلقي وعقلي 19 ورد في الشعبة العلمية الدول الأول 2021 يقول النقاد إن المصرحية أخت القصة إلا أن القصة تكتب لتقرأ أما المصرحية فإنها تكتب لتشاهد توقع من خلال فاهمك العبارة السابقة المقوم الأساسي الذي يميز المصرحية عن القصة اقتصار الحوار بين الشخصيات على اللغة العمية المحببة للجمهور طبعا لا يشترد استخدام اللغة العمية فقط ولكن هنا اللغة تكون مرتبطة بالشخصيات تركزها على حدث واحد يمكن تجسيده على خشبة المصرح طبعا الذي يعتمد على حدث واحد هو القصة القصيرة إمكانية تصويرها وعرضها على الجمهور طبعا لا يشترد المقوم الأساسي الذي يميز المصرحية عن القصة ليس إمكانية التصوير إمكانية تجسيد شخصيات واحدثة في زمن محدود على خشبة المصرح بالمقوم الأساسي الذي يميز بين القصة إمكانية تجسيد شخصيات واحدثة في زمن محدود على خشبة المصرح أول مقوم الأساسي الذي يفصل المصرحية عن القصة إنه يمكن تجسيد الشخصيات والأحداث في زمن محدد على خشبة المصرح أما القصة تكون أحداثها متعددة وأماكنها متعددة 190 بيقول من كتاب قصاصات الزجاج يحكي أن جماعة من القنافس كانت تعيشوا معا في سفح الجبل فلما جاءها الشتاء ببردها المسنوج وأغزتها في الليل رعشة تناولت منها المفاصل والعظام اقترح عليها واحد منها أن يجتمع الشتتة في قومة متلاسقة حتى يدفئ بعضها بعضا بحرارة أجسادها لكن جماعة القنافس لم يكن يلتصق بعضها ببعض طلبا للدفئة حتى حس كل منهما وغز الإبر الحادة المسنونة التي تغطى أجساد زملاء فما هو إلا أن أفصحت كلها عن قضيم آلمها وطلبت أن تعود إلى موضعها المتفرقة فلزعت البرد أهوا من هذا الوغز الأليم وعادت القنافس فتفرقت كما كانت أول أمرها لكنها كذلك عادت فحست زمهرير الشتان عنيفا وكأنها نسيت إذاء هذا البلاء ما كان من ألم الوغز منذ قريب فصاحب عبدها ببعض ينشد كلها التلاسق مرة أخرى حتى يعود لها الدفء وعاد وغز الإبر وأنساها الألم الحاضر ألم الماضي فضجرت وتفرقت مرة أخرى وكذا دوليك اقتراب وابتعاد واتصال وانفصال إلى أن قال منهم قائل حكيم خطأنا في المبلغة والإسراف فإذا ابتعدنا أو غلنا في البعد حتى فقد كل من دفء أخيه وتعرض للبرد الشديد وإذا اقتربنا أو غلنا في القرب حتى واخذ كل من جلد أخيه فأدنى والحكمة هي في اختيار الموضع الصواب بين الطرفين بحيث ننجو من الوغز دون أن نفق الدفء التقارب ما استطعنا إليه سبيلا واحد ما سبب طلب القنافز العودة إلى أماكنها مرة أخرى حتى يعود لها الدفء مرة أخرى كي تنجو من الوغز دون أن تفق الدفء التقارب لأن لذعت البرد أهوى من هذا الوغز الأليم لأن زمريري شتاء يهز كيانها هزا طبعا سبب طلب القنافز العودة إلى أماكنها مرة أخرى لأن لذعت البرد أهوى من هذا الوغز الأليم يبقى واحد خدنا رقم جي اتنين استنتج علاقة قول الكاتب حتى أحس كل منهما وغز الإبر بما قبله في الفقرة الأولى طبعا عندي هنا تفصيل وعندي تعليل وعندي توكيد وعندي نتيجة طبعا التفصيل أن أنا نذكر أمر مجمل ثم نفصله التعليل نوضح السبب التوكيد تكرار الكلمة النتيجة الشيء المترتب على كده طبعا هنا نتيجة التقاء وتجمع القنافز بعضها ببعض والتساقة بعضها لبعض النتيجة لذلك أحس كل منهم وغز الإبر يبقى على قطأ نتيجة تلا تبين مما يلي التعبير الذي يمثل استعارة مكنية وبين سر جمالها دون أن نفقد دفء التقارب بتفيد التجسيم حتى فقد كل منها دفء أخي التشخيص اقترح عليها واحد منها أن يجتمع شاتتها التجسيم بحيث ننجو من الوغز التشخيص طبعا هنا هناخد هنا كده بيوضح لنا هنقول فقد كل منها دفء أخيه والتشخيص يعني بيصور أن هي بأشياء أو بأخوة بأخوة تفقد يبقى احنا خدنا رقم باء ثلاثة خدنا رقم باء أربعة هات من الموضوع ما يؤكد على دارة تدخل الإنسان في حياة تغيري بشكل مبالغ فيه وعاد وغز الإبر وأنسها الألم الحاضر ألم الماضي فضاجرة وتفرقت فضاجرة وتفرقت مرة أخرى وعكذا دوليك اقتراب وابتعاد واتصال وانفصال لكنها كذلك عادت في حسد زمرير الشتاء يهزوا كيانها هزا عنيفا ده لم يكن يلتسك بعضهم وبعض الطاقة حتى حسد كل منها وغز الإبر الحادة المسنونة طبعا تدخل الإنسان في حياة غير بشكل مبالغ فيه إن الحياة هنا اقتراب وابتعاد واتصال وانفصال خمسة حدد من ما يلواجه التشبه بين القصة السابقة والسيرة الزاتية طبعا التركيز في الوصف والإجاز في العبارة محدودية الشخصيات وقلة الأحداث وضوح عنصري الزمان والمكان الالتزام بالأسلوب التقريري المباشر طبعا التشبه بين القصة السابقة والسيرة الزاتية هي التركيز في الوصف والإجاز في العبارة التركيز في الوصف والإجاز في العبارة ستة استنتج دلانة وهكذا دوليك اقتراب وابتعاد واتصال وانفصال في الفقرة الأخيرة التفكير الجاد في إيجاد الحلول اليأس الذي تمكن من القنافز المعاناة المستمرة التي عاشت فيها الحزن والحيرة بحسا عن الراحة طبعا المغزة أو العبارة دي بتدل على الحزن والحيرة بحسا عن الراحة وهكذا الإنسان يعيش دايما في حزن وحيرة بحسا عن الراحة بسيطة اخذنا رقم دان سبع حدد من النص سمة اسلوبية استخدمها الكاتب هل هو استعتمد على الأمثلة والإحصاء ولا التركيز في الوصف ولا أكثر من الإطناب ولا التنوع في الأسلوب طبعا هو اعتمد على التركيز في الوصف لأنه وصف المشكلة بدقة شديدة يبا كده خدنا رقم رقم با بيين كيف عبر الكاتب عن فكرته للقراء في هذا العمل الأدبي اعتمد على اسلوب الإلقاء في عبارات تقريرية لإيصال الفكرة جمع بين الحقيقة والخيال في رسم ملامح القنافز اعتمد على الحوار الخارجي للإبطاء في سير الأحداث جمع بين السرد والحوار لإيصال الفكرة وطبعا هنا جمع بين السرد والحوار لإيصال الفكرة يبا تمني حناخد رقم دان حدد المقولة التي تعبر عن حال القنافز في القصة لا تنقرط مع الناس بغير حساب ولا تتفاعل معهم بغير انضباط الصديق الحقيقي هو الذي ينجح في أن يحدث علامة فارقة في حياة صديقه رابطة الصداقة أقوى من رابطة الدم فالصديق هو الملجع وقت الضيق الصديق يحمل إخلاصه لصديق أينما كان ومهما بعد المسافة طبعا هو المقولة التي تعبر عن حال القنافز لا تنقرط مع الناس بغير حساب ولا تتفاعل معهم بغير انضباط فيجب أن يكون هناك حد فاصل في التعامل أو في تعامل الإنسان بينه وبين الناس يجب أن يكون هناك مسافة بينه وبين الناس لا يحب حبا تاما ولا يكره بغضا تاما يكون هناك حد فاصل بين السنين أتمنى إن شاء الله تكون استفدت معي لو عجبك الفيديو عجاب وشارك الفيديو مع الزملائك وانتظرنا في القادم إن شاء الله